أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما حققته مصر مؤخرا من طفرة في مجال الزراعة وإضافة مليوني فدان إلى رقعة الزراعية وزيادة انتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة والري الحديثة وخلال لقائه مع وزير الزراعة الإيطالي أكد مدبولي على هامش فعليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 والمنعقد في روما سمن رئيس الوزراء الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا إلى مصر على رأس وفد من رؤساء وممثلي الشركات الإيطالية في مجال الزراعة معربا عن التطلع للبدء في تنفيذ ما تم التوفق بشأنه من مشروعات في هذه المجالات من جانبه أكد الوزير الإيطالي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التنصيق من أجل تفعيل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين